اشتركوا في القناة انا بعد الانتهاء من هذا الدرس تعريف الرسالة الشخصية او الاجتماعية استنتاج العناصر الاساسية للرسالة الشخصية او الاجتماعية كتابة رسالة لاحد الاصدقاء بتوظيف العناصر الاساسية اما الان ارجو احضار المدونة الشخصية لتدوين كل ما يتعلق بكتابة الرسالة اما الان سنقرأ هذه الرسالة قراءة متمعنة فارجو التدقيق في ذلك نلاحظ بان هذه الرسالة دون فيها على جهة اليمين مملكة البحرين المنامة وعلى جهة اليسار السادس عشر من ابريل لعام الفين وعشرين بدأت الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم الى صديق العزيز بدر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اكتب لك هذه الرسالة متمنيا ان تكون واسرتك الكريمة باحسن حال في دبي يسرني ان اخبرك بان الطقس في مملكة البحرين خلال هذا الشهر يكون معتدلا ومناسبا لصيد السمك فما رأيك ان نقضي معا وقتا ممتعا في رحلة صيد للسمك في احد سواحل بلاد الجميلة اثناء احدى زياراتك لمملكة البحرين في عطلة نهاية الاسبور وفي الختام ارجو ان تبعث الي برسالة تخبرني فيها عن موعد الزيارة لتنظيم الرحلة وتقبل خالص تحياتي صديقك سعد اما الآن سنبدقق في الرسالة من خلال هذه الاسئلة السؤال الاول الى من ارسلت هذه الرسالة طبعا هذه الرسالة ارسلت الى الصديق بدر بما بدأت هذه الرسالة بدأت بالتحية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهي تحية الاسلام ثم المقدمة الافتتاحية ما موضوع الرسالة موضوع الرسالة دعوة سعد لصديقه بدر للمشاركة في رحلة صيد السمك بما ختمت هذه الرسالة ختمت بجملة يدعو من خلالها الى تحديد موعد الزيارة واذا لاحظتم الرسالة دون فيها كلمة ختاما متى ارسلت هذه الرسالة ارسلت بتاريخ السادس عشر من ابريل لعام الفين وعشرين ودونت على جهة اليسار من الذي ارسل هذه الرسالة؟ المرسل هو سعد ما هي الرسالة احبتي؟ الرسالة الشخصية او الاجتماعية هي نوع من انواع الكتابة وسيلة من وسائل التواصل بين الاشخاص كالاصدقاء والزملاء والاقارب والاخوان اما الان اكمل ملء الشكل الاتي بعناصر الرسالة كما فهمتها من النموذج السابق عناصر كتابة الرسالة الشخصية هي على النحو الآتي المرسل اليه هو من نرسل اليه الرسائل المقدمة الافتتاحية قد تبدأ بتحية الاسلام السلام عليكم او اي تحية طيبة اخرى موضوع الرسالة الخاتمة وهي التمهيد لانهاء الرسائل وعادة يكتب فيها كلمة ختاما المرسل هو من يرسل الرسالة قد تكون انت او كل من يقوم بكتابة الرسائل التاريخ والعنوان في اعلى الرسالة التاريخ يكون على جهة اليسار بينما العنوان يكون على جهة اليمين اما الان في نشاطنا الختامي هل انتم مستعدون لكتابة الرسائل؟ اذا هيا بنا اكتبوا رسالة الى احد الاصدقاء في بلد اخر ادعوه من خلالها الى زيارة مملكة البحرين للذهاب في جولة في ارجائها الجميلة مراعيا عناصر الرسالة كما هو موضح في الشكل الآدي العناصر هي التاريخ والعنوان المرسل إلي المقدمة الافتتاحية موضوع الرسالة الخاتمة وفي الاخير المرسل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احسنتم شكرا للمحاولة فلنراحظ مملكة البحرين وعلى سبيل المثال المحرّق الاول من شهر فبراير لعام 2019 ميلادية المرسل إليه هو صديقي الغالي أحمد بدأت الرسالة أبعث إليك أشواقي وتحياتي وأتمنى أن تكون بصحة وافية أما عن موضوع الرسالة صديقي الغالي يسعدني أن أخبرك بأن إجازة الربيع للطلبة في مملكة البحرين قد بدأت وبهذه المناسبة يسرني أن أدعوك لزيارتي في مملكة البحرين لنذهب في جولة إلى شواطئها الساحرة وأسواقها المتنوعة ومعالمها الأثرية وأنا متأكد بأننا سنقضي وقتا ممتعا معا أما بالنسبة للخاتمة وفي ختام رسالتي أرجو أن تبعث لي الرد في أقرب وقت ولا تنسى أن تبلق سلامي لأهلك في الدمام والمرسل هو صديقك محمد وبهذه الصورة نكون قد انتهينا من فن كتابة الرسائل شكرا لحسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة